طيب المناصة الحديثة اللي هنتكلم عنها النهاردة جماعة اسمها فين يو تي سي زي من شايفين طريقة التسجيل فيها بكل بساطة بنخش من لينك ريف ديسكريبشن وضروري تخش من لينك ريف ديسكريبشن عشان تلاقي كود الاحالة اللي قدامك دوت وبعد كده بتكتب الايميل والباسورد ومبروك عليك التسجيل يا معلم بعد طبعا ما بتعلم على لامة الشروط وبعد هتدوس على كلمة وخلاص انت كده سجلت التسجيل بسيط جدا ايميل وباسورد وكود احالة ومفيش ابسط من كده بعد يا سيدي بنسجد دخول في المنصة دي بتبقى وجهتك واجهة لطيفة وبسيطة جدا ودي يا جماعة تلاتين دولار اتعملي بها ايداها عشان اقدر ان انا اجرب بها الموقع واقول لكم ازاي بنشتغل عليه ونكسب منه موقع دوت يا جماعة ربحه عن طريق طريقتين فقط لغير ملهمش تالت الطريقة الاولنية هي عن طريق تريدنج عن طريق ان انت معلم ايه تتداول عشان تتداول بتبدو انت تدوس على كلمة او علامة الاف اللي موجودة تحت ديتا يا جماعة الموضوع سهل جدا وزي ما قلتلك بنتداول بالبيتكوين اهو قدامك ان احنا بنتداول بالبيتكوين عادي زي وزي باينونس بس الفكرة هنا جديدة ومختلفة يا شباب يعني زي ما انت ما شايف هنا عشان تتداول قدامك ان انت تتداول عن طريق الفريم بتاع الدقيقة والفريم بتاع الخمس دقايق الواحد ام ديت يا جماعة يعني دقيقة والخمسة ام دي يعني تلات اه خمس دقايق. وزي ما انت ما شايف قادل بتاعة البيتكوين هي قدامك زيها زي ما في بالزبط والتحديث بتاعها لايف يعني السير بتاع البيتكوين ده واتطالع ونازل لكل سانية يا جماعة. زي ما شايفين هنا في رقم لونه احمر يا جماعة وهو ده الرقم اللي احنا بنتداول عليه وبنلعب عليه. يعني دلوقتي عايز اتداول بالبيتكوين على الفرين بتاع الدقيقة وهجرب بالفرين بتاع الدقيقة. هدوس على كلمة تحت ديت يا جماعة. وابدأ ان انا اختار الكمية اللي حاب اتداول بيها فانا هتداول مسلا بواحد دولار. وابدأ ان انا اختار يا اما يا اما او دي دي. او دي دي يا جماعة يعني رقم فردي وايفن دي يعني رقم زوجي. فبالتالي انا هختار او دي دي. فهنا بيقول لي لو البيتكوين يا معلم انتهى بالارقام التالية ديت اللي هي واحد او تلاتة او خمسة او سبعة او فده معناه ان انا هكسب يا معلم نفس قيمة المبلغ بتاعي وازيادة عليه الارباح اللي هي واحد دولار زيهم. يعني دلوقتي الرقم اللي لونه احمر يا شباب قدامكم دوت اللي هو الرقم اللي عمالي يتغير دوت وبيتحدس على اساس البيتكوين. وطبعا طالع ونازل زي ما احنا معارفين طبعا سير البيتكوين متغير بالثانية. فبالتالي هيفضأ ان هو هنا يعدي لي في العدات دوت لغاية دقيقة لما ان انا ايه اعمله واستثمار بالقيمة اللي انا قلتلكو عليها اللي هي الواحد دولار ديت يا شباب. ولو انتهى الرقم اللي باللون اللي احمر دوت باحد الارقام اللي هي واحد وتلاتة وخمسة وسبعة وتسعة فبالتالي انا كده اكسب. ولكن لو انتهى بحاجة تانية وهو رقم زوجي فبالتالي انا كده اخسر. طيب لو انا عايزة راهن يا عم يحيي على الارقام الزوجية هبدأ ان انا اختار على كلمة فلو جالي او لو انتهى البيتكوين برقم زيرو او اتنين او اربعة او ستة او تمانية فبالتالي انا كده هبقى اكسبت الواحد دولار بتاعي وفوقي الربح بتاعي اللي هو واحد دولار زيه فانت بتكسب الداعف على طول مباشرة ولو اه اخترت عشر دولار طبعا هيبقى الربح بتاعي الداعف اللي هو عشرين دولار فبالتالي يا جماعة الموضوع سهل وبسيط جدا وفكرة جديدة للتداول يا شباب زيها زي الفوريكس كده ولكن هنا الموضوع مختلف حبا هو انا الحقيقة انا مش عارف الموضوع حلال والله حرام ولكن زي ما قلتلكو هي الفكرة المنصة عجبتني لانها فكرة جديدة ومش موجودة الحقيقة في منصات تانية او ما شفتش الفكرة ديت موجودة في منصات غير دي زي ما شافين نفس الكلام برضو في الفريم بتاع الخمس دي لو دوسنا على كلمة من هنا يا جماعة هنبدأ ان احنا نختار الكمية نكتب مسلا واحد دولار وابدأ ان انا اختار يا اما او دي دي يا اما افن زي ما قلتلكو دوت اللي هو الارقام الفردية والايفن ديت اللي هي يا جماعة الارقام الزوجية فبالتالي انت بتختار خيار واحد وما يفعش تختار اكتر من خيار يعني لو اخترت كده خيارين فانت بختار الزوجي والفردي فبالتالي انت كده في الحالتين هتخسر يا شباب وياك تختار خيارين لازم خيار واحد فقط لا غير. خلي بالكو يا جماعة ان في جروب رسمي للموقع دوت او للتطبيق دوت وزي ما شايفين ان الجروب الرسمي فيه الفين شخص وبينزل عليه توقعات من الادمن يعني هنا هتلاقي ان الادمنز بينزلوا بعض التوقعات او زي انت شايف مسلا هنا الادمن بيقولك ان دي صفقة متوقعة من الساعة خمسة مساء يعني خمسة مساء تم نشر الصفقة ديت بيقولك خش على خمس دقايق يعني نخش كده على خمس دقايق ونبدأ ان احنا نختار الارقام اللي هي تلاتة او خمسة او سبع او ستة او سبعة او تمانية وتسعة او زيرو فتبدأ ان انت تختار الاركام ديت اللي مكتوبة يا شباب. وبيبقى نسبة ربحك بنسبة تسعين في المية. وعلى الرغم من كده انت ممكن ان انت فعلا في الاخر تخسر. يعني بالشرط ان هو نزلك اركام ان انت ده معناه ان انت هتكسب. فهو كله عبارة عن توقعات يا جماعة. وحتى شخصيا الموقع ذات نفسه ما يقدرش يتحكم لك في التوقعات دي. لان الموضوع اب ودوين ومتعلق بالبيتكوين فقط لغير. فالموضوع لايف. يعني البيتكوين جاي لايف قدامك. زاد انت بتكسب نقص انت بتكسب على حسب الاركام اللي انت مختارها. فهنا مفيش تدخل من المنصة ودي حاجة عجباني جدا لان قبل كده موضوع العاب التوقعات والكلام ده كله كانت المنصة بتقدر ان هي تدخل فيه. تبدأ ان هي تتوقع او ان هي تحط التوقعات بنفسها. وتكسب اللي هي عايزها وتخسر اللي هي عايزها. هنا الموضوع مش مرتبط بالمنصة. هنا الموضوع مرتبط بالبيتكوين. فالمنصة ما تقدرش تكسب حد مسلا معين او تخسر حد معين. على كل حال نجي بقى لطريقة الربح التانية يا شباب. وهي البونس. البونس ان انت بتخش تبدأ ان انت تجيب احالات وتكسب من الاحالات ديت يا معلم. يعني انت مسلا على كل شخص هتجيبه. لو الشخص دو هتعمل ايداع في الموقع. هتبدأ ان انت تكسب تلاتة دولار وتمانية وسبعين آآ سنت. فانت يا معلم لو دعيه ١٠٠٠٨٠٨٠٠٨٨٠٠ دولار، ولكن الربح من التجارة يا شباب تقدر اني تكسب عدد لانهائي من الـ längيت. فبالتالي الناس اللي انت هتجيبها لو فضلت تتداول في المنصة فانت ليك عدد لانهائي من الارباط. ولكن الناس اللي بتجيبها وبتعمل ايداعات في المنصة وما بتتداولش كتير فانت ليك حد اقصي هو ١٨٨٨٠٠٠٠ دولار. المهم يعني الموضوع حلو يا شباب. النظام الاحالات كويس في الموقع. هنا بقى يا معلم في حاجة اسمها ديلي تاسكيس ديلي تاسكيس ديت ان انت لما بتوصل لعدد معين من الاستثمارات. يعني انت مسلا لو عملت استثمار او تداول بقيمة تتعدل الف وتمينمائة دولار فانت بتاخد عشرة دولار هدية هدية يا معلم من الموقع. وهكزا 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 يا معلم. فدي حاجة كويسة جدا وارباح كويسة جدا. وخلي بالك بس حاجة ان انا وضح لك ان الارباح دي كجروب يعني انت الناس اللي انت بتجيبها كحالة. انت والناس دول لو وصلتوا بالعدد دوت او وصلتوا بالتريدينج او بالتداول لغاية رقم الف وتمينمائة يو اس دي تي يوميا او في اليوم غيره او على عدد على حسب بقى ما التوقيت دوت بيتغير او بيحسب. فانت معلم تقدر انت وزمالك تاخده عشرة دولار هدية. يعني انت الربح دوت هنا بيبقى ليك كجروب مش كشخص واحد. فانت بتكسب عشرة دولار وهم بيكسبوا عشرة دولار ده التداول بتاعك وقيمته عدة الالف وتمينمائة دولار. فالموضوع بسيط جدا وزم انت شايف تروق الاداع في الموقع عن طريق اليو اس دي تي ار سي عشرين او البي اي بي عشرين فنبدأ ان احنا مسلا نعمل اداع بخمسة دولار وهو لحد الادنى للاداع فبتبدأ ان انت تختار على فكرة عادي جدا. وتقدر ان انت تختار لو انت بتحب بتدفع الانستا بي عادي جدا. ولكن خلينا في افضل يا شباب واسهل. هنبدأ ان احنا ندوس عليها ونكتب خمسة مثلا هنا دولار يا شباب. وبعدها هبدأ ان انا ادوس بي ناو من هنا. بعدها معلم بتفتح لك الصفحة ديت وتبدأ تدوس بي ناو اللي تحت ديت. فهتبدأ بكل بساطة ان انت تاخد العنوان كده كوبي بس خلي بالك العنوان دوت بتاع البي اي بي عشرين. فبالتالي انت لو حایب تغير الشبكة ممكن تختار من هنا او من الصفحة السابقة. اليو اس دي تي تي ارسي عشرين يا جماعة. ده لو انت ايه? ده لو انت حاب ان انت تعمل معاملة باليو اس دي تي تي ارسي عشرين. وتبدأ انت بقى تاخد العنوان دوت وتروح بي بايننس او تروح بي الباير او اي ان كانت المحفظة اللي بتتعامل بيها. وتبدأ انت تبعت عليها الفلوس والفلوس بتوصل فوري في نفس ذات اللحظة. خلي بالك ان في خمسة في المية دي يا جماعة على اول عملية شحن في الموقع. وبالتالي انت لو عملت شحن بمية دولار فهيوصلك مية وخمسة دولار والدنيا زي الفلوس. طيب عملية السحب ازاي في الموقع? بتبدأ ان انت تخش على كلمة وزدرو من هنا يا جماعة. وبعدها هتبدأ ان انت تختار الشبكة اللي حابب تسحب عليها. فاحنا هنا مفيش غير اللي هي البي اي بي عشرين توينت يا شباب. فاوريكوا دلوقتي برضو ازاي تجيبوها من البيانانس. وهبدأ ان انا احط العنوان هنا. وهبدأ ان انا اسحب الكيميلة معايا وهي التلاتين دولار. بتيجي على باينانس يا معلم وتبدأ ان انت تخش على المحفظة وتدوس على كلمة دي بوزة الصفرة ديت. وبعدها هتبدأ ان هو هنا يقول لك حابب تسحب بالاي? هتختار اليو ايس دي تي ارسي عشرين. وبعدها هيقول لك انت حابب تعمل اداع باي? فهتختار اليو ايس دي تي ارسي عشرين. وبعدها تختار اللي هي الشبكة بتاعة يا جماعة والدنيا زي الفل. والموضوع ده تقدر تطبع على اي حاجة غير يا جماعة. فبالتالي المهم ان انت تختار الرقم بتاع الشبكة الصحيح او الخيار بتاع الشبكة الصحيح. وتختار العملة اللي انت هتسحب عليها وبعد كده ترجع للتطبيق عادي جدا. وابدأ ان اختار وزدرو تاني. وابدأ ان احط له المحفظة هو عادي جدا اللي احنا لسه حطيناها يا شباب مع بعض. وابدأ اللي هيوصلني هو تسعة وعشرين دولار بوينت واحد فقط لغير لاني في واحد دولار داية عمولة بيتم خصمها. فبالتالي هنبدأ ندوس على كلمة وزدرو يا شباب. والسحب بيوصل في خلال من ساعة لغاية يا جماعة اربعة وعشرين ساعة بحد اكس. واعرف منين السحب بوصلني ولا ما وصلنيش. هبدأ ان انا ادوس على القيمة اللي فوق ده. هلاقي المعاملة بتاعتي في البندنج بقيمة تلاتين دولار اهو. واول ما توصلني هقول لكم بازن الله يا شباب. تمام يا شباب ارجانا لكم بعد ساعة. وادي هنا دخلنا لقينا العملية مكتوب عليها كومبيليت ده هي والدنيا زي الفول. وادي امعلم تفاصيل الاداع والعملية تمت بنجاح. ووصلني التسعة وعشرين دولار وواحد سنتة هو والدنيا زي الفول. نيجي بقى الاهم حاجة يا شباب وهي رأي الشخص في المنصة. انا شايف ان المنصة فكرتها جديدة ولكن للأسف انا مش عارف هي حرام ولا حلال. لان انت في الاول وفي الاخر بتراين على رقم معين يا يطلع صح يا يطلع غلط. اي نعم مش هما اللي متحكمين في الرقم. ولكن زي ما قلتلكم انت بتراين في الاول وفي الاخر يا رقم. فاحتمال كبير ان الموضوع يبقى عملية مقامرة وفي الاول وفي الاخر دي هتبقى حرام. اما عملية ان الموقع صادق او نصاب. لا الموقع صادق يا شباب في حتة ان السحب والايداء عنده زي الفول وما فهمش اي مشاكل وما عليه اي شكاون من ناحية دي. ولكن هي الفكرة في حلال او حرام يا شباب. ولكن انا كايحية انا شايف بصراحة ان الموضوع حرام. في بعض الناس بقى ممكن تقول ان هي عملية تجارة او تداول زي الفوركس والكلام ده كله. فالعلم عند الله يا جماعة في الموضوع دوت. ولكن انا شايف ان الموضوع حرام. فالناس اللي هي حابة تدخل في حاجة زي كده. فالموضوع على مسؤوليتك الشخصية في حتة ان انت اللي تتحمل زنب الموضوع لو حرام. وبس ده كان شرح المنصة اتمنى يكون المنصة عجبتكو والناس اللي سألتني عليه هستفادوا من موضوع. ما تنساش لايك وكلمتين والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.